في المواضيع حصيتنا برشة اكتواليتي اليوم اخرها المقابلة المثيرة للجدل بين الأولمبي الباجي والنادل الأفريقي قبل الحصة كنت في اتصال هاتفي مع سيد عادل غيث النتق رسمي باسم الرابطة الوطنية اللي كرت القدم باللمحترفة تم التأكيد وتثبيت المقابلة باش تكون في ملعب مجاز الباب يعني المراسلة اللي بعثتها التايز الوطنية البارح للرابطة يبدو انها ما تعنيش برشة مكتب الرابطة تقول لك السلوات الجهوية والامنية وافقت ان المقابلة الدور في ملعب هذيك وما عنديش حل اخر باش نعايم فيه الماتش القمة هذا خالد نبدأ مع كنتي الوضعية يبدو انها كارثية ماتش بالحاجم هذا بنسبة كبيرة موشش يكون منقول تلفازية هي الوضعية مهيش كارثية هي الوضعية اكثر من كارثية والوضعية مهزة في بلدنا وانتش قلت الكلمة في تقديمتها قلت الرابطة تنصيلي كرت قدم محترفة بلدنا قلوا خرابطة تنصيلي كرت قدم منتهي المحترفة مفهميش خطر للامان اليوم نحكيه على متصدر ترتيب الأولمبي البيجيو والنيدي الافريقي وهي الشوك متاع البطولة التونسية ومباراة منقولة تلفازية كانت باش تكون على القناة الوطنية وقناة الدورية والكيس يوم نحكيه في القرن الحادي والعشرين على عهد الصورة التسويق والماركوتينج وجمالية الوطن والملاعب ومدخيل وفلوس ونعانيهم المدخيل ونعانيهم المشاكل المادية ومناش قادرين باش نوفروا ملعب لقمة الجولة في الرابطة المحترفة التونسية مهزلة وعيب على كل المسؤولين سواء كانوا في الجهات انتاحهم او حتى في الرابطة ولا في الجامعة التونسية اللي يقول القدم لانه مهوش معقول حتى ما على صحة اللاعبين يجبنا نخافه لانه الملعب بتاع مجلز البيب بعد كل الاحترام اللي اهلنا في مجلز البيب اللي ما عندهم حتى دخل في المشهد المزري اللي مش يخرج على مجلز البيب بطحة نجم تكون كان مرعا للغنم للامانة مأساة تعيشها كورة القدم التونسية وانا نقول قاعدة فاما عمليات ابادة قاعدة تصير لكورة القدم التونسية على مستوى التسيير على مستوى الموارد المادية على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى نفس خيكتور شفت صديقنا حاتم جازبار اللي بلاح تحيالي مهبت فيديو هو يعلق في الملعب ذاك بصراحة دي ما فيمش ذو دون تعليق لفم لذو لفم مكين للإعلميين لفم منصة مفم حد شي وكيفيش تحب بالله يسمح تاو مش مش دايفيد بيتوني غاديكا بالله أما صورة مش هزة بعد مش نقولها لفرانسا ولا لسبانيا ومشي يحكي قراني إنا ندرب في النادي الإفريقي من كبار القوم في تونس وفي الصحة العربية والإفريقية ومشيين نلعبوا في مباراة قمة في مرعة متاع غنم تعيب تعيب تستحيوا على رواحكم تعيب توقف تأجل هالمبارات في صلاح أولمبي بيجي وفي صلاح ندي الإفريقي ما عندوش حق جمهور أولمبي بيجي باش يتفرج المبارات متاع جمعيته ما عندوش الحق الجمعية تدخل شوية موارد مالية ويتعاني من الموارد مالية الأولمبي البيجي في ماشين هالنانشالانس هذي توتال هي وعليش بنزلت ما تقبلش في لك الملعب هو تتحمل مسؤوليتها السلط الأمنية ويتحمل مسؤوليته اليومة اائ سي شهاب وامجي ولمانجي ولممارون راهم اليوم ننهض وننهض بالرياضة متاعنا الا지고ية �로 ما توفروا للإرادة السياسية راهم حتى Gong لا بوجد إرادة متاع الدولة للنهوض بقطاع'TS والرياضة والله العظيم ما يستشد على السمول راهم أقتربنا قزمناهم راهم أولادنا قزمناهم راهم شبابنا قزمناهم بصور مخرجلة وبإمكانية أكثر مخرجلة سيشيب خاني اخوة تعليق من عانتك اي معتا الاشكال الهنى معتا هو خالد عمل لك البتفلاش وتعدى بايكزو بتكلموا السيكوريتي دي جواخ معتا الملعب غير قابل ان يكون معتا مسرح متاع مباراة رابطة محترفة اولى اللي فيها لعبية محترفين اي شو اقالك في ماتش بنزلت الجمع الفيتا والمتلاوي كل شيك ما ما تقادم نعم ما 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 تلعبش الماتش اذك ستيلاتانت لسيكوريتي دي جواخ معناتا هذيك ستان شان والستان تيران اللي هو فافوغابل للابليسور واضح الكورة ما تمشيش فيها استاد بفهمش الحكم ما نمش في حاتشي مش الكورة يا سليم معناتا وقت تكلموا على نتكلموا دلونزان كونتكس جنرال دلونزان كونتكس جنرال في وعلي وقت لك ان كانوا بعمل مسترد من تفيديراتيان وقت كانوا بعمل مسترد من تاليك كوننا فاما عنا مو اخذات وفاما تجاوزات فما بلك تو هل الوقت لنترم اخ لانه هنا تسير بكو دو فويت 1.2 انه هناك في 2008 اخذاتيان كونتكس جنرال في وقت لانه هناك اخذاتيان كونتكس جنرال في وقت لانه هناك بان خلال من بني او موت ما سي باي ش نساوقو الكورة التونسية بيش نساوقوها بالعلم اشتركوا للإماج عم يا طالي هادا كله كانوا تكلموا دول بعض صغير لاني موتار بات ساعة الميكرو والبلاتو انا عندي كسكات دانتخنة يخرجك شوية لكن انا نتكلم على انفان تكون تكلم باش ندافع على السبور نتكلم على باش ندافع على الفوتبول بالله جبت لفكرة فقط وكلمة ونا مش اليوم ما منيش عارف اننا فاح والكنترالة مبين ما بين الجامعة التنصير اللي يقول في القدم ولا وقناة الكأس القاترية منعش نتصور فما بنود لكن اليوم ما نعديش انا ماش والله السؤالة ذي سألت له السيدة عادل غيف قتلوا والكنترال مع تلبيين الترفزة والجامعة قال يومي ما تعنيش قال انا ما عنديش حل بديل بخلاف اني نعين المقابلة في الملعب اللي لخصت له صورات الجهوية كيفاش ما تعنيهمش رابطة منعش هالم فماش تنسيق بينيزهم كل روح يرمي في الكرة اللي اخر الكن انت ما تعنيكش سيدي المسؤول بالله يغادر المكان وخلي الناس اللي لتعنيهم تخلف تخدم الكرة كما يجب وحاجة اخرى بليش كنعطاها الاهلية هذك الملعب طعم جهاز البيب ديما كل ديما كل الاحتراع ديما كل الاحتراع ديما كل يعمل حقهم مركبك بيتفضلت سيشيب وسمحتي لا معا تا وقت يتكلم على توا يتسمى ذي سبورتيف ما سبورتيف ما يتسمى ان كلاسيكو سي البرمي كنتر الدزيين كامة الجولة معا تا وقت تكلم على ماتش متى البرمي كنتر الدزيين وليس دو في التوب مش معا تا حباء باجة وا حباء الكلوب مهم في حاجة بيش تفرجوا في الماتش حتى اللي سبورتيف دو تولمون معا تا ميسيو تولمون دينا يحب يتفرج في اي بلاسة وانه يحب في بعض الأداول وليس دوسريين وليس داشت في البلد البرج كلناتو شديد وليس داشت امكم بريض وم بانتيرها معك ذو سكناوات في الدراء في عديو تونسيا ومزورتي ومزورتي وليس دوسري ولكس مهلا مهلا جنل كنت رؤيت حدو أن كنتر بأسجل عتبير البرجين ومزورتيو وليس داشت في تجم التع Langزان ومرا ومستواتها وليس دوسريين يقومون بسيطة ولكن لديهم من المشكلة من المشكلة من المشكلة لديهم من المشكلة